ورحمة الله وبركاته حياكم الله اليوم بتكلم عن الهونر اكس ناين اي طبعا متوفر بشكل رسمي في السوق السعودي والجهاز يعني راح يكون متوفر بثمانية جيجا بايت مع متسة وخمسين جيجا بايت وايضا راح يكون متوفر بثلاث ألوان اللون اللي تشوفونا قدامكم الصراحة من الجهة النظري هو الأجمل لكنها مسألة أذواق اللي هو أمرالد غرين ولكن في لهم التايتينيوم سيلبر والميدنايت بلايك لو حبيت فهذا الخيار متاح الشهاد بالكلام 5G وشريحتين فان عندك ما شاء الله تبارك الرحمن والجديد بالذكر مع الهونر رام تيربو راح تحصل على خيار انه يكون في زيادة خمسة جيجا بايت بجانب الثمانية جيجا بايت من ناحية الدكا شوية طيب اوكي خلينا نتكلم عن الباكيج والمحتويات الخاصة بهذا الهاتف الباكيج ما شاء الله تبارك الرحمن مليان مليان يعني بجانب الغطاء الخلبي طبقة حماية للشاشة مثبتة مسبقا وشاحن بداخل صندوق بقوة الاربعين واط وعندك برضو سماعة اذن وسلك يوسبي ادابتر مع الثلاثة باصل خمسة من متر اضافة جميلة الصراحة بجانب المحتويات هذه فبالتالي عندك باكيج ما شاء الله تبارك الرحمن كامل طيب هذا هو الجوال الجوال كله على بعضه اللي حين راح نتكلم عنه هو 7.9 و 175 غرام لا تنسى اول شي انه قاعد نتكلم عن جهاز يملك شاشة بقاة 6.67 انش ضيف عليها انه يملك بطارية ما شاء الله تبارك الرحمن خمسة الاف ومية ميلي امبع تمام فمهتمين في هذه النقطة التصميم وجود تصنيع جميل يعني شاشة منحنية بزاوة 45 درجة للشاشة الجميلة الاملين واضح نستثمارهم الكبير في شاشة الاملين استغلال ممتاز مساحة ايطار الشاشة تقنة البصمة تعمل بالشكل المطلوب الحلقة الدائرية للكاميرات الثلاثة هذا ما تسميه الديناميك اي وعندك برضو يعني مراجبني الكوارت الموجودة بجيخ فيك ما هو بحطينا شي لما او يبصم تعمورك جدا في السنة هذه النقطة الازرارات منها تشوي بارزاة لكنها تعمل بالشكل المطلوب ما عندي ملاحظات كبيرة فيها ثماء واحدة هو يوسبي تايب سي وعندك الاي ار تقنية الاشاعة تحت الحمراء برضو موجود فخيار جميل جدا طيب ديش استثمارهم الكبير كان على موضوع الشاشة لانه هاذا الشاشة 120 هرتز وتقنية اللمس 300 هرتز اوماليد وزاوية الانحناء 540 درجة 1080p plus ومليار فاصل 07 يعني من الالوان و800 نت للمستوريضاء والـ 1920 من نظام التعتيم لتقنية الـ PWM الآن هذه التردة العالية لها فائدتين واحد في مسألة الإضاءة باللون الأزرق وحماية عينك وايضا الفائدة الثانية القراءة اللي هي ساعات طويلة بدون انه يكون في إرهاق العينيك او الألم العينين وخاصة اذا كنت مثلا في مكان في إضاءة ضعيفة فتفيدك هالشغال وبعدين أضافوا له الـ Reinforced Glass واللي فكرتها بكل بساطة عشان تفهم انه يتحمل يتحمل مرة تاخده وتسكع في أي مكان لا يتحمل السقوط ويتحمل الخدش لي يعني سوينا تجربة ولما سوينا انبوكسنج وحطينا في تويتر فشوفوا تجربة وعطا رأيك مالش مقتلت خذ راحتك برا علي خذ راحتك ماش مشكلة فيها قوة تحمل طبيعي يعني فيها قوة تحمل طبيعي فيها قوة تحمل مو طبيعي فيها قوة تحمل مو طبيعي بالفعل هذا اللي سوينا وش هذا اللي شوفنا فإضافة جميلة الصراحة طيب الأداة هو سناب داقون معالج بتقنية 6 نانو ميتر طبعا هذا المعالج مع المهام اليومية مع الماجيك يو آي والأندريد 12 مو محدث الأخر ستار الأندريد 13 لكن اشاهد بالكلام انه بي خدمات جوجيل وكل أمورك تمام فيها انه مع المهام العادية المهام التوسطى تقدر تقول اوكي يعني لعبنا فيها حتى الاسفلت نايم ما شاء الله تباكي ما يطلب السمثال لعبنا فيه باب جي لعبنا فيه يعني كذا لعبه وكانت موره يعني مع المهام العادية المهام التوسطى أشوفه الممتد ويخلي هذا المعالج ممتد هو موضوع البطارية يصمد معك فترة جدا طويلة ما أستبعد انه يصمد يومين ما أستبعد هذا الشيء نهائيا نظرا لأنه فيه المعالج هذا من البطارية المتوسطة وأيضا فيه عندك البطارية الضخمة جدا وزاعد عندك الاربعين واط شيء كويس صراحة مانية يكون فيه معايير اي بي لكن يعني مهم وجود في هذا الجهاز طيب اوكي خلينا نتكلم عن الكاميرات الكاميرات 64 ميجا بيكسل اثنين للماكرو وخمسة للالترا وايب وعندنا الكاميرا الممية 16 ميجا بيكسل ويعطيك الالف وثمين بي من ناحية تصوير فيديو طبعا الجهاز يدعم لك الواي فاي اي سي والبتوت والانف سي كل موجودة لكن الكاميرات اقدروا ستة من عشرة بشكل عام اذا جينا نعطيها التقييم العام يعني مش النقطة القوية موجودة فيه هونر فيه جوالات من هونر ما شاء الله سبحانه تعطي اداء مبهر في موضوع الكاميرات لكن هذا يعتبر جيد على حسب وش يتصور كل مكان في اضاة عالية راح تنبسط اكثر من خلال اداء الكاميرا نسيت ماذكر النقطة الصراحة الجهاز يدعم هاي ريز من خلال الاسبيتايب سي ويدعم هاي ريز الوايلس اللاسلكي فلو عندك تمام محترمه بغضو راح تثبيتو حتى انهم حطيلك ميكات موضوع العدل الضجيل في موضوع المكالمات وغيرهم فمم قصرين معك صراحة مم قصرين معك في التقنية طبعا الحين موجود تقدر تطلب الجهاز وحطين هدايا لو بغيت موجود راح ترك الرابط موجود في خانة الوصف اذا بغيت تطلب الجهاز وحطين عليه يعني هدايا ممكن توصل الى 1215 رياض سعودي اذا حبيت راح ترك لك الموجود في خانة راح ترك الرابط موجود في خانة الوصف اعطونا رايكم تقييمكم الجهاز من واحد لعشرة كيف تشوفونا يعني اشوف الجهاز الصراحة مناسب لفئة معينة وممكنات كويسة صراحة اعطونا رايكم بخاطئات تشوفونا خليش الله مع السلامة اشتركوا في القناة